للحديث عن الصراع السياسي في العراق ومحاولة الكتل السياسي إعادة تمرير قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو معنا من أربيل الباحث والمحلل السياسي السيد كاظم ياور أستاذ كاظم بداية مرحبا بك لماذا تعود الكتل السياسية من جديد لإثارة وتمرير قانون جديد للانتخابات وفق نظام سانت ليغو نعم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة وحييكم وحيي سادة مشاهديكم الكرام بالنسبة هناك أسباب عديدة يعني أبرزها أن الكتل السياسية بطبيعة الحال هم يريدون تحقيق مصالحهم السياسية من حيث البقاء في السلطة وتمسك بموارد الدولة وتجهيرها إلى أنفسهم هذا يعني جواب جدا طبيعي إذا أخذنا مقارنة بعشرين سنة مضت فهم نفس الوجوه ونفس الكتل السياسية ونفس الأحزاب عندما يدخلون الانتخابات يخرجون بنتائج هم يفوزون في هذه الانتخابات ولكن إذا تمعنا النظر في أسباب أخرى جوهرية مثلا هم الآن يريدون بالعودة إلى قوانين السابقة والأنظمة الانتخابية السابقة يعني قد يسأل السائل هل أن نتائج الانتخابات التي طهرت وأفرزت مشاكل السياسية هل كان القانون هو السبب قانون أم مشاكل السياسية ما بين الأحزاب والكتل السياسية مشاكلهم السياسية هي كان سبب في ظهور هكذا نتائج وفقدان بعض الكتل لمقاعدهم البرلمانية ثم فقدان بعض المقاعد البرلمانية لبعض الأحزاب هل من الصحيح أن نأتي ونضر الشعب العراقي ونحرمهم من حقوقهم الدستورية والقانونية وأن نعمل على سن قانون يستوعب ويجعل المواطن العراقي والناخب العراقي يندفع نحو الانتخابات ويشارك في الانتخابات فالقوانين الأنظمة السابقة التي جربها الأحزاب السياسية لم تؤثي أكلها ولم تشارك الشعب العراقي في هذه القوانين سيد كاظم إصرار الكتل السياسية الموالية لإيران على تمرير هذا القانون هل هذا يعني انتقال الصراع بين شركاء العملية السياسية إلى مستوى أعلى وخاصة بعد مرحلة انسحاب التيار الصدري طبعا الضغوطات الإقليمية والدولية لا تقتصر فقط مع الأسف الشديد على إيران وغيرها بل هناك الدول يعني هي كذلك ولاية المتحدة الأمريكية والدول الأخرى هي كذلك هي ساكتة يعني حتى أمم المتحدة قبيل الانتخابات قبيل التشريع أي قانون انتخابي يرفعون من معايير الدولية ويومية يظهرون في مؤتمرات ويطلون البيانات ولكن بعد ساعة من إجراء الانتخابات حينها يعلنون أن هذه الانتخابات كانت فيها نسبة الشفافية ومعايير دولية متحققة بنسبة جدا عالية قد تصل إلى 99% كما كانت أنظمة الانتخابية تجري في عهود في الدول الدكتاتورية عندما تعلن نتائج بـ 99% فهذه التعابير معلصة في الشديد هي مخادعة الشعب العراقي وعدم إعطائه لحقوقه التي يستحقها فكما ذكرت مرت على عملية السياسية أكثر من خمسة دورات انتخابية والشعب العراقي عازف عن المشاركة الحقيقية بشكل كبير لذهابه إلى الانتخابات لماذا؟ لأن هذا العزوف يدري الشعب أن لا يأتي بنتائج مثبرة ما يريده الشعب العراقي فأعود بالقانون لو سمحت قانون بالتمثيل الفردي عندما ابتعد البرلمان العراقي عن التمثيل النسبي تحت ضغط الشارع العراقي وضغط المظاهرات العالمة التي جرت في محافظات عراقية وعلى رأسهم في بغدال فهم وعدوا أنهم سوف لن يعودوا إلى التمثيل النسبي الذي كان عنوانه المحاصصة السياسية والمحاصصة الحزبية وذهبوا إلى التمثيل الفردي ففي هذه الانتخابات لابد أن تكون هناك تعديل وتصحيح بعض المسارات الخاطئة التي كانت في التمثيل الفردي وليس الرجوع إلى أنظمة انتخابية السابقة التي كانت فاشلة بنسبة أكثر من 90% إلى أي مدى ترى أن العملية السياسية الآن والشركاء السياسيين باتوا أمام موقف حرج أمام المجتمع الدولي أو أمام الأمم المتحدة طبعا يعني مع الأسف الشديد الأمم المتحدة كما ذكرت الأجندات الدولية يعني هي ضاغطة على الأمم المتحدة رأينا أن في انسداد السياسي قبل تشكيل الحكومة العراقية أمم المتحدة كانت لديها دور يعني الشعب العراقي ارتاح لهذا الدول لبياناتها لتصريحاتها ولكن سرعان ما تغير هذه الأدوار وهذه البيانات 180 الدرجة عندما يعني باركت ولايات المتحدة الأمريكية وجار إيران ودول أخرى بتشكيل حكومة عراقية محاصصاتية حزبية ضيقة كذلك هي أمم المتحدة غيرت من تصريحاتها وذهبت وباركت وأيدت واليوم تساند بشكل مطلق ولكن أحيانا ربما قبيل الانتخابات أو وضع القوانين العراقية كما ذكرت أنها من أجل دغدغت مشاعر الشعب العراقي تقوم بتصريحات مثل ما رأينا قبل أيام في ملتقى السليمانية أمم المتحدة قالت أن النظام السياسي ما بعد 2003 لا يمكن أن يستمر ثم في نفس كلامها عادت وباركت وساندت في ضوء هذه التناقضات من الأمم المتحدة ما مدى خطورة إنتاج برلمان من لون واحد كله موالي لإيران وكما هو معلوم هناك عزلة دولية ربما ستلقي بثقلها على العراق في المرحلة المقبلة يعني مع الأسف الشديد العزلة الحقيقية على مقدرات الشعب العراقي على عدم إنتاج نظام سياسي ديمقراطي حقيقي ووضع قانون انتخابي من شأنه يكون فيه شفافية وثقة عالية لدى الناخب العراقي من ذهابه إلى الانتخابات وهو يريد التغيير وهو يريد التغيير هذا الذي لا يحصل فإذا كل الموانع التي تحصل في العراق تقع على إرادة الشعب العراقي وليس على إرادة الكتل السياسية القابضة على السلطة التي تريد مرة أخرى إنتاج قانون يلائم وضعها السياسي ويدخلون الانتخابات بهذا القانون ويخرجون بنفس النتائج التي حصلوا عليها في انتخابات السابقة من أربيل الباحث والمحلل السياسي السيد كاظم ياور شكرا جزيلا لك